أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن انتلاق فعاليات النسخة الثالثة لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية بالاتحاد الأفريقي تحت شعار نحو مستقبل أفضل لأفريقيا من خلال بناء السلام وذلك في فترة من الثاني والعشرين وحتى السابع والعشرين من نوفمبر الجاري وفي بينا له أوضح الرئيس السيسي بصفته رائد الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات أن النسخة الثالثة لأسبوع إعادة الإعمار تهدف إلى تصليط الضوء على الأولوية لجهود بناء السلام وإعادة الأعمار والتنمية في إفريقيا في وقت تموج فيه القارة بتحديات جسيمة ومعقدة وفي ظل أجواء جيوسياسية واقتصادية عالمية يسودها الاستقطاب ما يتعين معه تبني رؤية إفريقية شاملة لمجابهة تحديات السلم والأمن والتنمية وأشهد الرئيس السيسي بتقدم المحرز على صعيد تشغيل المركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات والذي تستضيفه القاهرة معربا عن تطلع سرعة التفعيل الكامل للمركز بما يخدم مصالح واحتياجات القارة ووجه الرئيس السيسي نداء لشركاء القارة للوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم وتقديم الدعم اللازم لدول القارة في مسيرة بناء السلام والتنمية وفقا لاحتياجات أولويات الدول الإفريقية أعمالا لمبدأ الملكية الوطنية